أنا ممكن أديك نصائح في إيه؟ أقول لك أفضل مطعم مثلاً روحته في المنصورة أقول لك أجمل طريقة تقدر تقرأ بها روايات رومانتك حاجات كده لطيفة ممكن أقول لك مثلاً إزاي أنا جبت مجموع كويس أو كنت بعمل إيه في سنوية عامة لكن أنا أديك كده حاجات كبيرة أوه في الحياة وأقول لك هل تعلم أن نسبة الفاشلين والنجحين والمعذبين في الأرض؟ أنا لا أملك هذا الحق ده أنا قرأه أو جابه من كتاب فأنا ما بحبش أسمع لحد ما أجربش الحاجة سيبك من القراءة القراءة دي ماشي بتغزيني أنا بس ما فعش ينقل كل حاجة بقرأها لأن في الغالب أنا بنقلها بتجربتي معها تجربتي الشخصية البحتة اللي بتبقى صغيرة لأن أنا صغير أنا تقريباً ما جربتش فالموضوع مش مفهوم بالنسبة لي برضو أنا مش فاهم لكن المهم اللي بجد واللي المفروض كل الناس تعمله أن أنت يعني وانت قاعد على نظم الدنيا شوائي يعني ما تبقاش مستجيب بس اللي هو عمال يعمل هنا شمال يمين يجلكش عارفو افتحه سكرول 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 شعار تاني افتحه سكرول 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 الحاجات دي كلها مش كويسة أو تضيع وقت انت مش هتجنه الشيء بده وغير كده انت انت مصر على ان انت آآ تضيع وقتك وعلى فكرة ادمان يعني ادمانه قوي جداً 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 وما فيش حد من يعني اعتل عتاه مدمن للشيء ده بنسبة معينة فتخلص منه مش بالحسب يعني مش تخلص منه بقى تمسح تطبيه الفيس والواتس والليلا دي كلها بتشيل الدنيا دي لأ انت اقوى من ان انت تمسح الحاجة عشان تبعد عنها يعني خليك ايجابي شوي يعني خلي الحاجات عندك بس نظفها خليها على اللي انت بتستخدمه ممكن تقول لي طب انا ما عنديش حاجة في حياتي اصلاً اعملها على وبعدين انا بستفيد جداً من الفيسبوك وبيقابلني فيديوها بتبقى مفيدة جداً او احسن من القاعدة تبقى اعمل ايه عندك حاجة كتير حبيب تعملها عندك القراءة وعندك الكتابة وعندك اه اه الرياضة الرياضة اه وعندك حاجة كتير جداً في قمة الروع ازاي بقى تقول انت ما عندكش يعني ما هو ما فيش حاجة اسمها الحياة دي كلها هي خلاص لخصت في الشاشة والسكرول وخلينا نكون منصفين شوية هو بالنسبة للسوشل ميديا او اي نشاط انت بتعمله بشكل اه مهووس على الانترنت ممكن يكون مفيد لو انت فيه تارجت معين لان من غير تارجت انت ماشي كده اسكرولات ياخدك اسكرولات جيبك طب تارجت ازاي فيه كورس او فيه نوع معين من المعلومات انت عايزت اكتسبها فكل حاجة بتقابلك منها بتفتح على طول ما بتقولش لأ ده مفيد ده مفيد ان انت بس فيه تارجت يعني فيه حاجة انا 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 هاوصل لها او عايز اوصل للاشباع الكافي والاحترافية ونسبة معلومات خطيرة جداً من اللي انا بعمله ده خلاص اطلق العنان هنا لهوسك وشغفك لكن سكرول ومحمد رمضان وحمو بيكا والناس الجميلة دي وسكرولاته خلاص هيجي واحد دلوقتي يكتب لي كومنت سخيف يقول لي ايه طب ما انا لو قللت من السوشن ميديا اول واحد هشيله انتك يعني شلني انا بفيدك في ايه ده انا قلت معلومة ايه غير ميت واحد قالها انا بس طالع اقررها تاني قاعدها لك تاني يعني انا من الناس اللي هي ايه اللي انت المفروض ما تسمعها تاني